سباح الخير فيديو اليوم هو فيديو تعليمي فيها جواب على كل الأسئلة التي طرحته عليها أكيد وصفة هذا الكيك الخطير وكل أسرار سبب فشل الكيك اللي أهمها قبل كل شيء هو أخذ الوصفة وتطبيق طريقتك الخاصة عليها فكل كيك لطريقته الخاصة هذا فقط بالنسبة للناس لتتأخذ الوصفة دون مشاهدة الفيديو أو تسريعه فكل دقيقة في الفيديو مهمة جدا تابعوا معي الفيديو من الأول حتى الآخر للحصول على نفس هذه النتيجة وحتى أضمن لكم نجاح الوصفة بالنسبة للمقادير في هذه الوصفة والوصفات الأخرى فمتوفرة في صندوق الوصف بالنسبة للمقادير فجودة المكونات مهمة جدا استعملت سكر يكون سكر أبيض حبيبات ما تكونش خشينة جدا ويكون أبيض ما يكونش لونه غامق البيض يكون في حرارة الغرفة يكون بيض متوسط ويكونش بلدي البيض بلدي لا يصلح نهائيا لأي نوع من أنواع الكيك استعملت كريمة سائلة حيوانية أكيد ممكن تعويضها بياغورت كريمي وخلطها مع الحليب زيت نباتية ممكن خلطه ما بين زيت نباتية وزودة الحيوانية واستعملت كاكاو أكيد تكون جودته عالية استعملت هذه المركة هذه المرة التي فاتت وريدكم استعملت فان هوتن حتى هي زوينة متوفرة في جميع الأسواق تجارية الكبرى هذه المرة غيرت واستعملت هذه من مركة كازينو متوفرة في مرجان فالطعم كان غني أكثر وأنكها كانت أقوى فتمنوا 40 درهم على ما أعتقد ولكن راه فيه ربع كيلو واللي كافية لتحضير عدة حلويات ممكن تستعملوا مركة إكبي اللي تجعلش كل أكياس من الكاكاو واستعملت ملعقة كبيرة جدا مملوقة من العسل تتعطي قوام اللي زوين بزاف للكيك فانيليا تتعادل الحدة جال كاكاو فتتعطي نوعو ما للكيك ما تجيش كيك اللي هو قوي خبزة من الملح مهمة لا في المضاق لا في الارتفاع وخميرة خاصة بالحلويات تجيني أسئلة كتير على المكونات فكل مرة نحاول نوريكم أنا تستعمل بخيزيدان أو أليفير إذا استعملت لتر من الكريمة وبعد المرة تستعمل هادي في الكيك أو إذا كان عندي أي كمية صغيرة من مركة جيغفي صراحة مركة اللي زوينة بزاف وهذا الكريم فجودتها عالية تستعمل أيضا شرقي حتى هي مركة زوينة وأكيد نحاول أنا نحركها ونشوفوا إذا كانت سائلة فهي صالحة إذا حسنا أنا فيها بلوك من الوسط معنيتها أنه منشروهاش إذا ما عندناش كريمة سائلة فنستعملوا ياغورت كريمي أي ماركة عندكم أنا فقط وريتكم الماركة اللي تستعمل أو إذا ما كانش كريمي ممكن نستعملوا الياغورت العادي ونحركوه جيدا بالملعقة ونخلطوه مع الحليب نبدأوا في الأسرار أول حاجة بديس بالبيض غنخفق البيض شوية قبل ما نضيف السكر لأنه إذا ضفت السكر ملامس لأصفر البيض فهذا هو اللي تكون حبيبات سفراء لتكون وسط الكيك هذا معناه أن السكر خلى سفر البيض يحترق فمن الأحسن أنا نحركو البيض بحال هاكده حتى نشوفوه أن البيض سائل ومن بعد فنضيف السكر غنضيف السكر ومن بعد فزيت الفانيليا سواء استعملنا فانيليا سائلة أو استعملنا الفانيليا لتجعله شكل أكياس كسكر الملح الملح ضروري جدا في أي نوع من أنواع الكيك والعسل العسل فتعطي قوام اللي تشبه القوام المحلات فإذا كان عندكم استعملوه وعندي هنا روح اللوز أو نكهة اللوز ممكن تستعملوه ثلاث قطرات أنا أتبليكم ماركة لتستعمل وأكيد إذا كانت قوية جدا فنستعملوه قطرة أو قطرتين نخلط المكونات كلها مع بعضها أهم حاجة عندي هي أنه سكر يدوب المدرب الكهربائي ممنوع نهائيا في هذه الوصفة لأنه تفسد القوام وغيرتكم كيك اللي فاشل فتنأكد فقط المدرب اليدوي ضفت الكريمة السائلة ومن بعد غنضيف الحليب ونخلط مرة أخرى حتى تندمج المكونات ومن بعد فنشوف اختبار إذا كان سكر دائب لأن هذه مرحلة مهمة جدا إذا بقى السكر حبيبات يعني ما دابش فهذا هو اللي تعطي طبقة سميكة من الفوق وتتكون خشنة وصلبة نجاوب على السؤال الأول هو لماذا لا يرتفع الكيك فلا يرتفع الكيك لكثرة اشتغال عجينة الكيك بعد إضافة الدقيق يأما الفرن مشغل من الفوق فتتكون قشرة صلبة لتتمنع ارتفاع الكيك شيء الآخر هو فتح الفرن أثناء طهي الكيك وأكيد كثرة الكويرات وتكتلات في الكيك فهي تتمنع من ارتفاع الكيك أيضا كيف ما شفتوه ضروري جدا أني نختبر إذا كانت الحبيبات كلها دايبة إذا حسيت أنها ما دايباش فنكمل في الخلط حتى الدوب غربلت أو نخل النواشي في آخر لحظة حتى وإذا لوم يكون فيها أي كويرات فتتعطي خفة الكيك وتتعطي كيك اللي فيه تهوية وأكيد قوام أحسن قسمت الكمية إلى نصفين نزيد أول كمية ونخلط ومن بعد فنزيد الكمية الثانية كيف ما شفتوه نحاول ننزل أي حبيبات عندي ومن بعد فنخلط الخليط أكيد الخلط دون مبالغة خلط خفيف فقط نشو أن المكونات دخلت مع بعضها ومن بعد فنتوقف السؤال الثاني اللي جاني صراحة بكثرة هو أن الكيك تهبط من بعد خروجه من الفرن يعني تكون مرتفع فرحانين من بعد تنخرجوه تنزل مرة واحدة فهذا راجع أن الكيك لم ينضج فترة كافية أو إذا كان الفرن عالي جدا فأتي أخذ شوك ثالث حاجة إذا اشتغلنا الكيك بالطريقة الخاطئة أي فيه مثلا نسبة ثوائل وحنا اشتغلناه مثلا فصلنا البيض على الصفار أو دخلنا فيه كمية كبيرة جدا من الهواء فنفس مبدأ السوفلي أو الكيش يرتافع كتر من طاقة دياله ومن بعد ما نخرجوه من الفرن فتيهبط كيف ما شفتو ضفت الخميرة الكيموية هي آخر شيء وخليتها في الكيس كيف ما شفتو ما فتحتهاش حتى أنها تبقى طازجة ضفتها هي الأول وضفت من فوق منها الدقيق لأنه ممكن تطير غالبا متى تكونش كمية الخميرة كبيرة ممكن مثلا 12 أو 14 جرام فإذا طار النصف ديالها فأكيد غيأتطر على الكيك سؤال الثالث هو الكيك مع الجن الكيك مع الجن أول حاجة هو راجع لإما الجودة الخميرة الكيموية ثاني حاجة أن الوصفة غير متوازنة غالبا تكون فيها كمية كبيرة من السوائل أو العكس تكون كمية كبيرة من نواشف فهذا تعطي كيك مع الجن أو أنه مخداش الوقت الكافي في الفرن هنا عدم المبالغة أكيد في خلط المكونات هذا هو القوام تنتأكد أنه ما عنديش أي كويرات أن العناصر كلها من ساجمة مع بعضها ومن بعد فممكن نحطها في القالب سمك القالب ضروري جدا في الارتفاع فإذا كان كبير سيكون الارتفاع أقل إذا كان صغير فممكن يكون معجن أو ممكن يفيد بالنسبة الجواني بالكيك اللي في العرض فضهنتهم بشوية من الزبدة ورشيت بالدقيق واللي في الطول ففضلت أن يستعمل ورق الخبز غير ضروري ممكن يدهنوا القالب كله في الزبدة وبالدقيق فحطيت شوية من القطرات من العجين في الجوانيب حتى أن ورق الخبز يلصق ونتأكدوا أنه لا صق لأنه إذا ما كانش لا صق أو كان يتعدى القالب فممكن ينزل على الكيك وهنا غيكون أكيد الكيك فاشل وما غير يتمكن أنه يرتفع نزلت بالخليط كله في القالب من بعد نكتب لكم القياسات أكيد في صندوق الوصف والفرن فمسخن على 170 درجة من التحت فقط أو من التحت زائد المروحة بالنسبة للشكل الثاني اللي تتشوفه إما في الإنستغرام أو في المجلات تكون شكل جميل جدا صراحة فتيستعملوا في الناس اللي متخصصين في الحلويات أو في الباتيسخي تستعملوا هذه القوالب هذه اللي تتعطي هذا الشكل الكيك أكيد ناجح في الحالتين هذا فقط نحاول أن نوصل لكم خبايا أو أسرار المحترفين حتى أنكم متفاجئوا شوية تشوفوا أن أشياء اللي سهلة فقط ممكن أننا نعرفوها ومن بعد فنطبقوها وغتكون نفس النتيجة اللي تنشوفوها في المحلات معرفت شما هو مخترع أن الكيك تكون في فرن بارد لا تدرس ولا توجد في أي كتاب من كتب الاحترافية فدائما الفرن تكون ساخن إلى 170 درجة وأكيد من التحت فقط من بعد ما خرج الكيك من الفرن فخليته برد جيدا على شفكة ومن بعد فغطيته ببلاستيك غذائي ودخلته التلاجة مدة ساعتين أو ثلاثة فهالطريقة تترجع له رطوبة ديال وكلها ومن بعد فممكن تخرجوه وتستعملوه بالنسبة لي محتاجتش أنا أني نشغل الفرن من الفوق لأنا كانت عندي مروحة فكانت كافية فإذا حسيتوا أن الكيك غير ناضج من الفوق ممكن تزيدو شوية من الفوق الشكل الكبير هو اللي كان في القالب وهذه الأشكال الصغيرة كيف ما شفتوه تجي منظرها زوين بزيف فغنحاول أني نفتح العلب ونوريكم من الداخل بالنسبة للسؤال اللي هو أن الكيك مزيت أو تتحسوا أن فيه كمية كبيرة من الزيت مع أنكم حطته كمية صغيرة فهذا راجع لأن استعملنا بعض عصير الحوامض عصير الحامض ممنوع نهائيا في وسط الكيك فتيعطيك كيك اللي مطاطي وكيك اللي مزيت يعني تخلي أنا الزيت تخرج وما تندمش مع بعضها في وسط الكيك بعد المرات حتى بشر بعض الحوامض ممكن يعطي هذه النتيجة هذه وأكيد ليست كل وصفات الكيك بالشوكولة ممكن أننا نحولها الكيك بالفانيليا فدائما استعملوا الوصفة اللي يعطينا يقيمة في كيك شوكولة يقيمة في كيك الفانيليا ممكن نزينه تزيين بسيط على هذا الشكل هذا لأن الكيك هو كيك اللي يمعلك من الداخل ناعم غير ناشف فما محتاج صراحة لأي طبقة أخرى يقيمة بالقناش أو تزيين آخر ولكن حتى أنا نوريكم الشكلين كل واحد يختار شيء اللي مناسب لي بالنسبة لسؤال أن الكيك تنشف بسرعة فهذا راجع لأننا تنخليه الكيك من بعد اليوم الأول في حرارة الغرفة أو غير مغطى جيدا فالكيك في اليوم الأول ممكن أنا نتناوله عادي ولكن إذا بغينا نحتفظو به فنغلفوه جيدا بالبلاستيك الغذائي ونحتفظو به في التلاجة من بعد فممكن أننا نجبدوه قبل تقريبا خمسة دقائق أو عشرة دقائق ونقدموه الشكل الثاني فكيف ما شفتوه زينتوا طبقة من القناش إما القناش اللي بالكريمة السائلة إما بالحليب أريد أن نكسب لكم المقادير وبعد حبيبات من الشوكولات من الفوق كان هذا هو الشكل النهائي تنتمنى أن حلقة اليوم تكون عجباتكم تكونوا استفتوا أعتدر عن كثرة تفسيرات فهذا فقط لأنه فيديو تعليمي من بعد فأغنعطيكم وصفة كيك ونخليكم ترجعوا للنصائح اللي عطينا في هاد الحلقة هادي وإذا جربتوه أكيد كتبوه في التعليقات رأيكم إذا كان عندكم أي استفسارات أخرى أو أسئلة أخرى اللي ما اطرقتش لها في هاد الحلقة ممكن تكتبوه هادي في التعاليق كيف ما شفتوه قوام الكيك من الداخل رطب غير مطاطي مختلف شوية على الكيك الإسفنجي تيجي معلك بحال هاكدا فسؤال واحد اللي نسيتو هو أن الكيك المطاطي الكيك المطاطي سببه هو الخلاط الكهربائي أو الخلاط اللي تكون فيه العصير فهذا ما استعملوش وبصحة وراحة